متهيق لي دي تلت قصة نحكيها عن المتسللين للمنازل او يعني الورباء اللي هي بتعيش في البيوت بدون علم اصحابها هحكي لك القصة في دقيقتين تلعت بشكل مختصر بس حبيت الاول ارحب بحضراتكم واتمنى دايما تكونوا بخير في سنة 2008 وتحديدا في اليابان كان عايش راجل عجوز في البيت لوحده وعمره 57 سنة وملهوش اي قرائب تسأل عنه في يوم خرج علشان يشتري حاجات ونسل باب مفتوح في اللحظات دي كانت معاديها ست مشردة ملهاش مكان او ماء وتعيش فيه وما تمتلكش اي اموال علشان تشتري بيها الاكل او الحاجة اللي هي محتاجاها يعني المهم قررت ان هي تدخل المنزل على اساس هتسنق منه شوية اكله وتمشي على طول دخلت وفتحت التلاجة واكلت والحمد لله شبعت والسؤال اللي جي في بالها هنا يطرى لما اخرج من البيت دلوقتي هتصرف ازاي هنام فين وهاكل ايه وبكام اسئلة كتير محيراها كانت بتيجي في بالها من النوع ده وفي النهاية لقيت زي خزانة سرية او مكان صغير يعني في زاوية البيت وساعتها فكرت ان هي تستخبى فيه على اساس ان هي هتطلع من المخبأ ده لما صاحب البيت ينام او يخرج وبالفعل استمرت سنة كاملة من غير ما العجوز صاحب البيت يشوفها او يحس بوجودها نهائي وكانت بتخرج من الخزانة براحتها تاكل وتشرب وتروح بيت الراحة كل من الراجل ده ينام او يخرج زي ما قلنا لكن في الواقع صاحب البيت يعني كان بدأ يلاحظ حاجات كتير غريبة بتحصل طبعا في البداية هو افتكر انها هلوسة بسبب حكم السن ورجع قال اكيد البيت تسكن بالعفاريت ورجع تاني فكر وقال يمكن حرامي بيدخل البيت ويخرج براحته وانا مش موجود فيه ساعتها قرر يزرع كاميرات مرقبة علشان يعرف ايه اللي بيحصل بالزبط في غيابه وبالفعل كان شاف فيديو للست وهي بتخرج من الخزانة وبتاخد الاكل من التلاجة وبترجع تاني تستخبف مكانها لكن في الحقيقة هو خفي وجهها بسبب يعني حكم السن وانه هو راجل ضعيف وعلى طول رح بلغوا الشرطة بالاحداث دي كلها وبالفعل المحققين رحوا عنده البيت وخرجوها من الخزانة وابضوا عليها لكن طبعا كانت خادت حكم مخفف باعتبار انها مشردة وعجوزة وما ارتكبتش يعني جريمة او جناية كبيرة والحد هنا الفيديو انتهى لو عجبك ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة والتابع كل جديد انا بقدمه ما تنساش كمان ان رأيك بيهمني جدا في التعليقات واخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تجبر بيك وقدر استمر معاك الفترة اللي جاية سلام